احنا ليه مصرين ان العلم الشرعي اخر علم متقدم اخر علم يلحق برقب الحضارة العالم وصل الى ان فيه بصمة دم وبصمة صوت وبصمة شفتين وبصمة نفسية حتى بصمة نفسية واحنا مصرين نرهن المرأة على راجل هو نفسه قال ممكن يكون حشاش او سكري او غطبان او مدهوش او فهم غلط كل نساءنا اللي في المجتمع المصري التلت ترباحهم طلقنا ظلما وعدوانا وشردنا ظلما وعدوانا وليه الراجل ما يبقاش هو اللي مرهون على كلمة اش مقنى الست اللي تبقى مرهون على كلمة ازاي يا رب بنتي وعلم بنتي وعد اصهر عليها الليل والنهار وادهالك علشان مزاجك في المحشي طلع ناقص تروح طاردها برى البيت عشان كلمة يا اخي قبل سنة 31 كانت العلاقة الزوجية مكونة من طرفين راجل وست ذكر وانسة بعد سنة 31 بقت ثلاث اطراف رجل وانسة ودولة وانت اللي استدعيت الدولة ولذلك احنا بنقول ان هذا الطلاق للمتزوجين بوثيقة رسمية ما تجيش تحضر الدولة وفي الاخر تقول لا مش لاعب من وراء الدولة تروح مطلق مراتك ده كلام غير منطقي المؤمنون عند شروطهم يا اخي كل اللي اجتمعوا في الاسرة وفي العلتين وانت بتنضي على عقد الزواج عارفين ومتفقين ضمنيا وان لم ينصوا على ذلك صراحة انك عشان تستغنى عن العلاقة الزوجية لازم تعمل عقد مضاد للعقد ده اسمه عقد طلاق فما عملتش عقد الطلاق وتفضل الست في نظر المجتمع زوجة والزوج يسيبها وليه والله لما تشوفي حلمة ودنك ويسيبها ويسافر على كندا وتقعد الست 3-4 سنين تتشحت في اروقة المحاكم واقبية النيابات علشان تبحث عن حقها المسلوب وتغتصب من هذا وتنتهك عرضها من ده ويضح حيائها مع هذا وتجيب شهود زور ايه يا جماعة ده فين احترام المرأة فين كيان المرأة اللي انتوا عاوزينها تصنع مجتمع وتربي اجيال فين المرأة اللي لها حقوق علينا اللي اخر كلمة قالها سيدك النبي استوصب النساء خيرا هي دي المشايخ استوصب النساء خيرا يضيعوا المرأة هذا التضيع بحجة ان الكلام شافوي كل شيء في الدين تغير من وسائل الاسبات اقصد وسائل الاسبات وبعدين احنا بنتكلم على حاجتين مختلفين يا استاذ واحد عشان محدش يخدعنا خالص في اي حد في الدنيا في حاجة اسمها المقاصد وفي حاجة اسمها الوسائل المقاصد الاسلام في صلابة الفلاز حفظ المال والعرض والدين والعقل والنف انما في الوسائل في نعومة الحرير الوسائل نحن في نعومة الحرير يعني لازم يكون عندك وسائل تتماشى مع القيمة النهاردة بقى في وضع اخترع المشايخ وضع غريب الشاكل لعمري ما شفت في حياتي انا وبعدين انقبل ما اقول الكلمة دي بس احسألك سؤال هو لما مش فين تجديد الخطاب الديني اللي عملين نسمع عنه بقى انا ست سنين تجديد الخطاب الديني فين هو لما يقوم بي ناس مش ازهريين نزعل ولما يقوم بي ازهريين نشكك ما احنا غير ازهريين قالوا قعدوا يقولوا يا جماعة ورجعوا وشوفوا زعلنا وقالنا انت منش ازهري هور امشي طب جالكوا ازهري جمان زعلنين من الازهري يعني يعني انت بنجيب واحد من بريخ مثلا يجدد الخطاب الديني وبعدين تجديد الخطاب الديني انا بقلقي حجر في الماء وبعدين يا سيد انا بقول ايه مش انتم مقررين اهو بتقول ان فيه اشهاد عندك مانع نسبة الاشهاد هو ده اللي بكلمه اسبات الشهادة هو ده كل القصة مش انتم قلتم ان فيه اشهاد اجيبهم منين الشهاد من على القهوة ادور عليهم في حظك اليوم اجيبهم منين الشهود طب ما انا مضطرة اجيب الشهود دولت اقوله طب لو سمحت يا شاهد انت شاهدت ان الرجل ده طلق الست دي قلقه ممكن حضرتك تتكرم عنه وتنضي بدل ما يتغير ضميره او يموت او يسافر او يروح انما نفجأ ان الشيخ هحطين قدوم في جيبهم كده هحقلين ان الست ايه ان تطالق شرعا ولا استطالق قانونا اقفل الشباك ولا افتح الشباك الست لو جوزت جمعت ما بين زوجين والست لو قعدت بقت زي البيت الوقف والست ممكن تنحارف بعضهم او قلة قليلة نادرة وتحمل وتخلف وينصب الولد لغير ابيه كل الشريعة فسدت في الحالة دي فانا بحمي الشرع واحنا بنقول ضابط اذا كان هناك ضابط يقلل من فرص الطلاق عندك مانع نحط افل كمان ترباس اضافة